إنما الأعمال بالنيات قال الحسن والبصر رحيمه الله قال رجل والله لا عبدن الله طبعا هذه القصة ذكرها ابن كثير في تفسيره قال رجل والله لا عبدن الله عبادة أذكر بها فكان لا يرى إلا قائما يصلي وكان أول داخل المسجد وآخر خارج فكان لا يعظم فمكث بذلك سبعة أشهر وكان لا يمر على قوم إلا قالوا انظروا إلى هذا المرائي فأقبل على نفسه وقال لا أراني أذكر إلا بشر لأجعل أن عملي كله لله عز وجل فلم يزد على أنقلب نيته ولم يزد على العمل الذي كان يعمله فكان يمر بعد بالقوم فيقول رحم الله فلانا الآن وتل الحسن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وودا هذا الرجل قال لا عبدن الله عبادة أذكر بها يعني يريد أن يكون مرائيا يريد بهذه العبادة الرياء والسمعة ولكن مع ذلك كانت سمعته سيئة بل كان الناس يقولون انظروا إلى هذا المرائي ما تقبلها الناس لا يحبونه وبل يصفونه بالرياء ثم بعد ذلك يعني رأى أنه ما استفد شيء هو فعل هذه العبادة رياءا ولم يحصل على ما أراد فتاب إلى الله عز وجل وقال إذن أقلب نية لله عز وجل ولا أهتم بنظر الناس فقط غير نيته فعظمه الناس وقال رحم الله فلانا وهذا يدل على أن قلوب العباد بيد الله عز وجل وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يجعل القبول في قلوب عباده لمن شاء من عباده ويجعل البغضاء في قلوب عباده لمن شاء فالله سبحانه هو الذي يضع المحبة والمودة والقبول لبعض الناس ويضع بعكس ذلك البغضاء لبعض الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا ناد جبريل يا جبريل أن يحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل وينادي جبريل في السماء إن الله يحب فلان فأحبه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض فيحبه الناس تتهافت القلوب على محبته وإن الله إذا أبغض عبدا نادى جبريل يا جبريل أني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل وينادي جبريل في السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضه ثم توضع له البغضاء في الأرض لا يسمع به أحد إلا كرهه وأبغضه فالمحبة والقبول بيد الله عز وجل ولهذا قال سبحانه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر